أترككم الآن مع شرح لماذا؟ الرياضيات متمنين لكم أوقات ملؤها الفائدة والمعنى الشرح المفصل لمنهاج الثانوية العامة برنامج التفوق تتبعونه عبر صوت التربية والتعليم برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة الإبداع والتميز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي طلاب الثانوية العامة الفرع العلمي والصناعي أهلا بكم عبر أثير صوت التربية والتعليم الإزاعة التعليمية الأولى في فلسطين الذي يتبث على موجة 102.1 FM أنا محدثكم الأستاذ أحمد محمود مليحة مجلس تروق تدريس نياضيات من مدرس التقوى الثانوية للبنين ننتقل يوم بكم لاستكمال درس المصففات بعنوان العمليات على المصففات أولا يقصد بالعمليات على المصففات هي عملية جمع وطرح المصففات كذلك ضربها بعدد حقيقي أولا ستعرف على عملية جمع المصففات من خلال التعريف صفحة 105 الكتاب الوزاري إذا كانت ألف وبا مصففتين من الرتبة ميم في نون فإن جيم تساوي ألف زائد با هي مصفوفة من الرتبة ميم في نون مدخلاتها ناتجة من جمع المدخلات المتناظرة في كل من ألف وبا أي أن جيم ياها تساوي ألف ياها زائد با ياها أي أن لتصلح عملية الجمع يجب أن تكون المصففات من نفس الرتبة وتجمع العناصر المتناظرة من كلتا المصففتين ولم نزيد من التوضيح سوف نأخذ مثال واحد صفحة 106 الكتاب الوزاري مثال واحد صفحة 106 الكتاب الوزاري إذا كانت سين مصفوفة مربعة من الرتبة 2 في 2 كالتالي 2 3 5 4 كذلك صاد تساوي 5 سلب 7 3 سلب 4 كذلك عين مصفوفة الرتبة 2 في 3 كالتالي سلب 3 7 5 2 1 6 جد ناتج ما يأتي إن أمكن 1 سين زائد صاد 2 صاد زائد سين 3 صاد زائد عين الحل أولا سين زائد صاد تصله عملية الجمع لأنه من نفس الرتبة لذلك سين زائد صاد تساوي المصفوفة سين 2 3 5 4 زائد المصفوفة صاد 5 سلب 7 3 سلب 4 الآن نقوم بجمع المدخلات المتناظرة فتصبح كالتالي 2 زائد 5 3 زائد سلب 7 5 زائد 3 4 زائد سلب 4 فيكون النتج النهائي المصفوفة 7 سلب 4 8 0 ثانيا صاد زائد سين أيضا تصله عملية الجمع لأنه من نفس الرتبة فتكون كالتالي المصفوفات 5 سلب 7 3 سلب 4 زائد المصفوفة صاد 2 3 5 4 نقوم أيضا بجمع المدخلات المتناظرة فيكون 5 زائد 2 7 سلب 7 زائد 3 يساوي سلب 4 3 زائد 5 يساوي 8 سلب 4 زائد 4 يساوي 0 أي النتيجة المصفوفة 7 سلب 4 8 0 نلاحظ هنا أن سين زائد صاد تساوي صاد زائد سين أي عملية الجمع عملية تبديلية ثالثا صاد زائد عين غير معرفة لأن رتبة صاد لا تساوي رتبة عين أي هنا لا تصله عملية الجمع لاختلاف الرتب والآن سوف نتعرف على ضرب المصفوفة بعدد حقيقي من خلال التعريف الموجود في صفحة 106 الكتاب الوزاري من أخرى التعريف صفحة 106 الكتاب الوزاري إذا كانت ألف مصفوفة من الرتبة مين في نون وكان كاف عددا حقيقيا فإن كاف في ألف تساوي جيم حيث جيم مصفوفة من الرتبة مين ضرب نون أي جيم تبقى بنفس رتبة ألف وتكون مدخلاتها على النحو التالي جيم ياها تساوي كاف في ألف ياها لجميع قيم اليا والها أي تضرب في جميع مدخلات المصفوفة ألف ولما زيد من التوضيح سوف نأخذ مثال 2 صفحة 106 إذا كانت ألف المصفوفة تساوي سالب 3 أربعة واحد سالب 2 سفر خمسة فجد واحد اثنين ألف ثانيا سالب ألف ثالثا ألف زائد سالب ألف أولا نوجد اثنين ألف أي نقوم بضرب اثنين في جميع مدخلات المصفوفة أي أن اثنين ألف تساوي اثنين ضرب سالب ثلاثة كذلك اثنين ضرب أربعة كذلك اثنين ضرب واحد كذلك اثنين ضرب سالب اثنين واثنين ضرب سفر واثنين ضرب خمسة حيث قمنا بضرب اثنين في جميع مدخلات المصفوفة ألف فيكون الناتج كما يلي سالب ستة تمانية اثنين سالب أربعة سفر عشرة وتبقى ألف من نفس الرتبة لأننا نضربها بعدد حقيقي ثانيا سالب ألف تعني سالب واحد ضرب الألف أي نقوم بضرب سالب واحد في مدخلات المصفوفة ألف أي أن سالب واحد ضرب سالب ثلاثة يكون الناتج ثلاثة كذلك سالب واحد ضرب أربعة يكون الناتج سالب أربعة كذلك سالب واحد ضرب واحد يكون الناتج سالب واحد نكمل سالب واحد ضرب سالب اثنين يكون الناتج اثنين كذلك سالب واحد ضرب سفر يكون الناتج سفر وسالب واحد ضرب خمسة يكون الناتج سالب خمسة أي تكون المصفوفة بالشكل النهائي 3-4-1-2-0-5 ويسمى هنا سالب ألف النظير الجمعي للمصفوفة ألف ثالثا ألف زائد سالب ألف المصفوف ألف هي سالب 3-4-1 سالب 2-0-5 زائد سالب ألف ثلاثة سالب أربعة سالب واحد اثنين سفر سالب خمسة وهي الناتجة من الفرع الثاني الآن نقوم بجمع المدخلات المتناظرة فيكون كالتالي سالب ثلاثة زائد ثلاثة سفر أربعة زائد سالب أربعة سفر واحد زائد سالب واحد سفر كذلك سالب اثنين زائد اثنين سفر و سفر زائد سفر سفر خمسة زائد سالب خمسة يساوي سفر أي تكون النتيجة النهائية للمصفوفة سفر 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 أي مصفوفة السفرية و من الرتبة اثنين في ثلاثة أي أن في حالة جمع المصفوفة مع نظيرها الجمعي يكون الناتج المصفوفة هو المصفوفة السفرية والآن عزيز الطالب سوف نتقل إلى عملية طرح المصفوفات من خلال التعريف الموجود في الكتاب الوزاري صفحة مية أو سبعة التعريف صفحة مية أو سبعة إذا كانت ألف وباء مصفوفتين من نفس الرتبة مين في نون فإن ألف ناقص باء يساوي ألف زائد سالب باء و لما زيد من التوضيح سوف نأخذ مثال أربعة صفحة مية أو سبعة إذا كانت ألف المصفوفة تلاتة سالب اثنين واحد اثنين كذلك الباء مصفوفة أربعة تلاتة سفر خمسة فجد باء ناقص ألف الآن الحل باء ناقص ألف كالتالي قيمة المصفوفة أربعة تلاتة سفر خمسة ناقص قيمة المصفوفة ألف تلاتة سالب اثنين واحد اثنين الآن نقوم بالطرح المدخلات المتناظرة أي أنها أربعة ناقص تلاتة وتلاتة ناقص سالب اثنين وهي عناصر الصف الأول ننتقل الآن إلى الصف الثاني سفر ناقص واحد كذلك خمسة ناقص اثنين فتكون باء ناقص ألف في الصيغة النهائية واحد خمسة سالب واحد تلاتة والآن سوف نتعرف على خصائص جمع المصفوفات وضربها بالحقيق من خلال الكتاب الوزاري صفحة 107 إذا كانت ألف وباء وجيم وواو مصفوفات من نفس الرتبة وكاف تنتمي إلى حا فإن واحد ألف زائد باء يساوي باء زائد ألف وهي الخاصية التبديلية ثانيا ألف زائد باء في قوس زائد جين تساوي ألف لوحدها زائد باء زائد جين في قوس أي خاصية التجميع ثالثا ألف زائد واو يساوي واو زائد ألف تساوي ألف وهي المصفوفة السفرية الموحدة لعملية جمع المصفوفات رابعا ألف زائد سالب ألف يساوي سالب ألف زائد ألف يساوي واو وهو النظير الجمعي خامسا كاف مضروبة في ألف زائد باء تساوي كاف الألف زائد كاف في باء أي توزع الضرب بعدد حقيقي على جمع المصفوفات والآن عزيز الطالب سوف نأخذ سؤال واحد فرألف صفحة مية وتمانية سؤال واحد فرألف صفحة مية وتمانية إذا كانت ألف المصفوفة تساوي اثنين سلب ثلاثة خمسة واحد ستة اثنين كذلك المصفوفة باء سلب أربعة واحد ستة اثنين خمسة تمانية فجد باء زائد اثنين ألف كذلك جد ثلاثة ألف ناقص اثنين باء أولا نجد باء زائد اثنين ألف الباء تكتب كما هي سلب أربعة واحد ستة اثنين خمسة تمانية زائد اثنين ضرب المصفوفة ألف أي اثنين ضرب المصفوفة اثنين سلب ثلاثة خمسة واحد ستة اثنين إذن باء زائد اثنين ألف تساوي باء كما هي سلب أربعة واحد ستة اثنين خمسة تمانية زائد نقوم الآن بضرب اثنين في جميع مدخلات المصفوفة ألف فيكون الناتج أربعة سالب ستة عشرة اثنين 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 أربعة إذن باء زائد اثنين ألف نقوم الآن بجمع النواتج فتكون الإجابة في الصيغة النهائية سفر سالب خمسة ستة عش أربعة سبعة عشرة اثنين اثنين ثانيا ثلاثة ألف ناقص اثنين باء نقوم بضرب الثلاثة في المصفوفة ألف كذلك نضرب الثلاثة أيضا في المصفوفة باء فتكون كالتالي ثلاثة ضرب المصفوفة اثنين سالب ثلاثة خمسة واحد ستة اثنين ناقص اثنين ضرب المصفوفة باء وهي سالب أربعة واحد ستة اثنين خمسة تمانية إذن ثلاثة ألف ناقص اثنين باء تساوي ستة سالب تسعة خمسطعش ثلاثة طمنطعش ستة وهناتج ضرب الثلاثة في مدخلات المصفوفة ألف ناقص سالب ثمانية اثنين اثناش أربعة عشرة ستة عش وهناتج ضرب الثلاثنين في مدخلات المصفوفة باء إذن ثلاثة ألف ناقص اثنين باء في الصيغة النهائية أربعة عشرة سالب احدى عشرة تلاثة سالب واحد تمانية سالب عشر ما زلنا معكم طلابنا عزاء في الشرح درس العمليات على المصفوفات للصف الثاني الثانوي وأنا معلمكم الأستاذ أحمد محمود مليح والآن عزي الطالب سوف نتقل إلى سؤال واحد فرعبا صفحة مية وتمانية سالواحد فرعبا صفحة مية وتمانية إذا كانت المصفوفة جيم تساوي أربعة سالب واحد اثنين أربعة والمصفوفة دال تساوي خمسة واحد سالب اثنين خمسة فبين أن جيم زائد دال تساوي تسعة ميم اثنين الحل الآن نأخذ الطرف الأيمن وهو جيم زائد دال أي نقوم بجمع المصفوفة جيم مع المصفوفة دال أي أن المصفوفة جيم أربعة سالب واحد اثنين أربعة زائد المصفوفة دال خمسة واحد سالب اثنين خمسة نقوم بجمع المدخلات المتناظرة فتكون جيم زائد دال تساوي تسعة سفر سفر تسعة وهي ناتج الطرف الأيمن الآن نأخذ الطرف الأيسر وهو تسعة في ميم اتنين أي أن تسعة ضرب مصفوفة الوحدة وهي واحد سفر سفر واحد الآن نقوم بدرب تسعة في مصفوفة الوحدة فيكون ناتج تسعة سفر سفر تسعة إذن الطرفان متساويان والآن سوف نأخذ سؤال أربعة صفحة مية وتمانية سؤال أربعة صفحة مية وتمانية من الكتاب الوزاري جد قيم السين والصاد الحقيقية التي تحقق المعادلة سين مضروبة في مصفوفة العمود وهي سفر سفر تلاتة زائد صاد مضروبة أيضا في مصفوفة العمود سفر تلاتة خمسة تساوي مصفوفة العمود سفر تسعة سالب تلاتة الآن نضرب أولا سين في مصفوفة العمود كذلك صاد في مصفوفة العمود فيكون ناتج كما يلي سفر سفر تلاتة سين زائد المصفوفة الثانية سفر تلاتة صاد خمسة صاد يساوي سفر تسعة سالب تلاتة الآن نقوم بجمع المصفوفتين في الطرف الأيمن فيكون الناتج كما يلي سفر تلاتة صاد تلاتة سين زائد خمسة صاد يساوي سفر تسعة سالب تلاتة الآن أصبح لدينا مصفوفتين متساويتين إذن المدخلات المتناظرة متساوية لذلك تلاتة صاد تساوي تسعة ومنها صاد تساوي تلاتة كذلك تلاتة سين زائد خمسة صاد تساوي سالب تلاتة الآن نقوم بالتعويض عن قيمة صاد بتساوي تلاتة فتصبح كما يلي تلاتة سين زائد خمسة في تلاتة تساوي سالب تلاتة تلاتة سين زائد خمسة عشر تساوي سالب تلاتة ننقل 15 من الطرف الأيمن إلى الطرف الأيسر مع مرعاة تغيير إشارة فتصبح المعادلة كما يلي 30 تساوي سالب 18 بالقسمة على 3 سين تساوي سالب 6 أي أن قيمة صاد تساوي 3 وقيمة سين تساوي سالب 6 إلى هنا الطلاب العزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من شرح مادة الرياضيات للصف الثاني عشر العلمي والصناعي حيث تناولنا اليوم العمليات على المصفوفات شكرا للمحسن استماعكم نلتقي بكم في الدرس القادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشرح المفصل لمنهاج الثانوية العامة برنامج تفوق تتبعونه عبر صوت التربية والتعليم برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة الإبداع والتميز كنتم مع شرح مفصل لمنهاج الصف الثاني عشر الفرع العلمي ومبحث الرياضيات شكرا لإصغائكم ونلقاكم بإذن الله في الدروس القادمة مع تحيات إذاعة صوت التربية والتعليم شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة